المرجو الانتمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر إذا أردتم توصل بجديد فيديوهاتنا فورا نزولها اضغطوا على الجرس ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم فيديو وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحبائي في قناتكم طبخ سهل وبسيط اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم حلوة اقتصادية بمكونات بسيطة وبدون أي مجهود سهلة وسريعة تحضير نبدأ على بركة الله نحتاج إلى بيضة كاملة وأبيض بيضة والأصفل نحتفظ به للتزيين وكأس عنبى زيت غير مملوء وكأس عنبى سكر غير مملوء سعة الكأس 150 مليلتر ويغط بنكهة الفانيلا وزن العلبة 110 جرام وملاقة كبيرة من بشر الليمون ونحتاج إلى دقيق حوالي 550 جرام إلى 600 جرام والدقيق يبقى حسب الخليط و16 جرام من خميرة الحلوة أو بيكين فاودر وسكر بانيلا وزن نقيس 7.5 جرام في إناء أضع البيض ثم أضيف السكر وسكر بانيلا ترجمة نانسي قنقر ثم أضيف الزيت وملاقة كبيرة من بشر الليمون وياغور وأحاول دمجة أو خلطة جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثم أضيف الدقيق تدريجيا مع خميرة الحلوة موسيقى ترجمة نانسي قنقر هذا وقرام العجينة نحصل على عجينة متماسكة ولينة يسهل تشكيلها موسيقى ثم أبدأ بتشكيل العجينة على شكل كويرات صغيرة كما هو موضح في الفيديو موسيقى 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 بعد انتهاء تشكيل الحلوة أقوم بدانها بأصفر بيضة وأفندها في خليط السكر وجوز الهند أي الكوكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثم أدخل الحلوة إلى الفورن مسخن مسبقا نشعر الجهة العليا فوق الحلوة حتى تنتفخ وتشقق قليلا ثم بعد ذلك نشعر الجهة السفلة لا تأخذوا معنا الكثير من الوقت حوالي 15 دقيقة لذا يجب الانتباه ومراقبتهم هذا هو الشكل النهائي للحلوة أتمنى أن أتمنى أن يجبكم في الفيديو للمزيدنا فيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم تفصيح لغسيط ولا تنسوا الضغط على زر اللايت أجل تدعموني وزيارة صفحتنا على فيسبوك ودمزل في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة